تطور تقني في المنتجات المختلفة بدأ يغير شكل المنافسة ويعيد في الحقيقة موضوع موقع بعض الشركات الريادية وبدأ يفرد رسم استراتيجيات جديدة تتكيف مع المستجدات هذا ما سنستعرضه في هذه الساعة مع ضيفنا من شركة HP يد شهابي بعد أن ننتقل بداية إلى زميل هاني صافي لاستعراض أبرز ما لدى HP لهذه الدورة من المنتجات نحن الآن أمام منصة HP لنستعرض أبرز التقنيات التي تم طرحها للمرة الأولى في إسبوع جايتكس للتقنية أمامنا طابعة دخلت موسوعة جنس في الأرقام القياسية كأسرع طابعة مكتبية في العالم تستطيع هذه الطابعة أن تطبع ما يصل إلى 70 ورقة في الدقيقة الواحدة وهي تسمى HP Office Jet X هذه الطابعة لماذا كلمة جت أنها تشتغل مثل المحركات النفاثة للطائرات نفس المسمى تقريبا لدى هذه الطابعة محرك صغير لكنه قوي جدا وفعال كما بإمكاننا أن نرى وأحد المميزات لها هو وجود هذه الرشاشات النفاثة نحو 45 ألف رشاش نفاث وهذا يختلف عن الطريقة التقليدية في الطابعات الموجودة التي تعمل بشكل إلكتروني مختلف عن هذه الطابعة هذا حول طابعة HP لكن أيضا لدى الشركة طرحت أجهزة لوحية جديدة تعمل بنظام ويندوز وكذلك أيضا نظام أندرويد بإمكانها أن تكون هي تعمل كنوتبوك وكذلك كجهاز لوحي بالإمكان أن يتم فتحها واستخدامها كأي جهاز لوحي ولديها أيضا هذه لوحة المفاتيح التي أيضا تحتوي على بطاريات يعني هذه طبعا تقريبا أبرز المميزات والمنتجات الجديدة التي قامت بطرحها HP في إسبوع جايتكس التقنية إذن ينضم إلي في هذه الأثناء المدير التنفيذي في شركة HP شرق الأوسط سيد إياد شهابي أهلا وسهلا بك أهلا بميان أبدأ معك بموضوع التنفسية بالشكل الرئيسي المرة الأولى ربما نتحدث أن لينوفو تأخذ مكان HP في ريادة مبيعات الأجهزة أو الكمبيوتر الخاص بعد مكانة HP تسيطر على هذا الموقع منذ 2002 تقريبا ما هي الثغرة أو الخطوة التي غابت عنها HP وتمكنت لينوفو من سدها؟ ما هي اليوم إذا تطلع على البرتفوليو طبعا HP البرتفوليو طبعا HP طبعا كتير ويد اليوم الشركة الوحيدة بالعالم أكبر شركة طبعا IT بالعالم أموز 120 مليار دولار الشركة الوحيدة اللي ممكن تأمن لأي مستهلك عنها إن كان كونتسيومر ولا انتربريز حلول تقريبا متكاملة من الطابعات للبيرسون الكمبيوترز لمراكز البيانات سيرفرات النتورك السوفتوير كله اللي بعمل منجمنت كامل للإنفارمنت الخدمات اللي منقديها للعملاء بتقريبا أكتر من 170 دولة في العالم ما في شركة تانية ممكن تنافس معنا لما يكون فيه طبعا بورتفوليو كتير كبير بيصير فيه تحدي على الشركات مثل شركة HP إنه دايما بتكون صباقة للعالم آخر 75 سنة تقريبا شركة HP دايما ما يخدي مركز ريادي السنة الماضية في 2013 اللي انتهت تبعتنا شركة HP طلعت أكتر من 1200 باتنت بسيلكون فالي إذا جمعت كل الباتنت بسيلكون فالي شركة HP طلعت بأكتر في كتير تركيز على الابتكار نعم هل ربما سبب أنكم تتوجهون أكتر إلى المؤسسات من الأفراد في حين النوفو ربما كانت منتجاتها أيضا تتوجه إلى الأفراد أكتر من المؤسسات وبالتالي تمكنت من تحقيق مبيعات أكثر التركيز بشركة HP دايما بغطي جميع السيجمينتز تبع الماركت يعني اليوم في عنا إحنا برودكتز خاصة للكونسيومرز الأفراد وفي عنا طبعا برودكتز تاني متخصص للشركات الشي اللي عم بتغير التحول اللي صاير في الاندستري هلأ أنه صار فيه كونسيومر بدخل الانتربيز يعني صار فيه الامفلويز العالم اللي بيروح على العمل بيأخذوا الديفايس طبعا من البيت فتركيزنا إحنا أكتر على السيكوريتي تركيزنا على ديفايسز يعني شفتوا حضرتكم بالنسبة للطابعات دخلنا بالسبيد بالإنوفيشن الابتكار رح نشوف دايما التطور هذا موجود بشركة HP رح نشوف دايما إن شاء الله الموقع الرائي الريادي يا مركز أول أو مركز تاني بجميع العرضات سيد إياد يعني بعض الدراسات التي تصدر عن المؤسسات المختصة في هذا القطاع تربط هذا السبب يعني بتراجع نوعا ما مبيعات HP إلى غياب استراتيجية واضحة إلى أي مدى هذا الكلام صحيح وهل أنتم في صدد تغيير استراتيجياتكم بيستهدف أسواق جديدة وأيضا تكييف منتجاتكم بما يلبي الطلب بشكل أكثر بالنسبة للستراتيجية HP استراتيجية HP واضحة جدا إذا نأخذها على الماكرو لفل على العالمي تركيزنا طبعا على الحوصة بالصحابية على السيكوريتي وتركيزنا على المعلومات المعلومات قيمة المعلومات هذول الأربعة بيلارز اللي إحنا مركزين عليها من الوالد وايد لفل إذا ننزل على منطقة الشرق الأوسط نأخذ نفس البيلارز المركزة عليها الشركة ونحاول نطبقها ونعملها كستمايزيشن للسوق المحلي طريقة HP عمل HP في منطقة الشرق الأوسط يختلف من كل بلد طريقة تعاملنا في منطقة دولة الإمارات غير عمان غير لبنان غير العراق يعني الدول تختلف فنحاول نحط الاستراتيجية طبعا للطابق الموجود في البلد على جميع السيجمينت إن كان على القطاع الحكومي أو على القطاع الخاص ماذا عن المنطقة العربية؟ ما هي الخطط على المدى القصير والمتوسط؟ خاصة نحن في الإمارات ونتحدث عن توجهات كما علن الشيخ محمد لمدينة ذكية بالكامل هل لديكم خطط واكب أيضا هذا التطور في المنطقة؟ برجع بقول بالنسبة للبرتفوليو اللي عنا موجود إحنا كشركة HP موزيشن بمكان فعلا يونيك بعطيكي مثلا مثال في دولة الإمارات العبية المتحدة مشروع محمد بن راشد للتعلم الذكي شركة HP كانت من الشركات المحظوظة إنه تشارك في تطبيق نظام Smart Learning محمد بالنسبة لجال التعليم فالاشتراكات تابعونا مع دولة الإمارات ومع بعض دول مجلس التعاون أو أي دول تاني بالنسبة لتطبيق الإي جوفرمنت الحكومة الذكية Smart Learning Smart Hospital Smart Cities طبعا فعال وفي عنا البرودكت الأدفانتج اللي عنا أنه عنا البرودكت والبرتفوليو اللي ممكن نقدمه للعملاء اللي تقدر تساعد إنه يسرعوا في الاتجاهة بشكل مختصر لو سمحت هذا التطور والتغير في اتجاهات المبيعات والمنتجات ماذا يفرض عليكم من تغيير أيضا في خطاتكم وستراتيجيتكم من حيث الإنتاج؟ أهم شيء أول شيء الإبتكار كيف يمكن أن نجيب الإبتكار بالسوق المحلي أسرع من الكمبيتشن وهذا طبعا شركة HP بالنسبة للإنفستمنت اللي حطته الاستثمار في مجال الـ Research and Development زاد من السنوات الماضية ورح نشوف إن شاء الله إنفستمنت أكتر في هذا المجال أساس أن نقدر نجيب التكنولوجيا على المنطقة أسرع من أحدهم إذن سيد إياد شهابي المدير التنفيذي لـ HP شرق الأوسط شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة